الثانية على الحواء وهذا اللي يحصل الآن لو كنت ماشي بنفس السرعة وتحولت من المسيح إلى الهرولة وضرب أدخل بلن تعلو بل ستنزل واللي حيحصل إنه لن ترتفع أعلى وأعلى إلا إذا جريت بجري سريع جدا وكذا أدخل في مشكلة المفاصل لأن وقتها هأنزل مش بي وزلي فقط سأنزل بثنين إلى أربعة أضعاف وزلي وأنا بيشوي جريت أضرب الأرض هذا على الكاحل، على الركبة، على الخوض، على الضهر في كل مرة الجزء المحمول سأنزل بثنين إلى أربعة أضعاف الأضعاف الوزن واللي هي يخليه الحرف على المشي السريع جر إلى ياقم أعلى ماذا سمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اللي يسمي كل نسلان النسلان مشي في البيت لا يكاد يلمس الأرض لكنه لا يخفز الزئب يمشي يسمه النسلان وهو المشي السريع فأصى أسلدا شكاء ناشر أو بالحديث شكاء ناشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهم وقال عليكم بالنسلان هم شكولوا إيش شكولوا لتعب السفط تعب المشي واشتكولوا من المشي أوصاهم بالمشي السريع أوصاهم بالمشي فقالوا فانكسلنا فوجدناه وهو مشي سريع بخطة كثيرة بخطة متلاحف مو بتضروا تسكحها يعني سمايوس ما ينصح بما تفتح القطاعات فالأزيمة هي لكنها سريعة هذا التحدي هو المطلوب لأنك في الأخير همنا في أخير في هذه العمور إن أنا نرفع ضربة القلب دون أن نؤذي إيش إلا أعظى للجسدية والجسدية فالمفاصل لذلك أنا خطيب من الناس نقولي يخليك زي من أنت بس اسمح لنا نعيش نهاروي يهغو يريح يهغو يريح يهغو يريح لذلك لو مشينا نعوه قدر